قام المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بزيارة ميدانية لمشروع صيانة خط العلم ذو فس في محافظة يابين وخلال الزيارة تفقد الماس الأعمال الفنية المتنوعة التي تشمل فرش الطبقة السفلتية للطريق ومعالجة الأجزاء المتضررة نتيجة عدم الصيانة على مدار سنوات مستمعا إلى التقرير مفصل من المهندس على صبر حول الجهود المبذولة حتى الآن والقطة المستقبلية للمشروع هذا وأشهد الماس بالجهود التي تبذلها الجهات المنفذة لعادة تهيله الطريق مؤكدا على استمرارية العمل في دعم وتمويل المشروع وفق رؤية الأشغال العامة والطرق